يأتي هذا الاستقبال امتداداً للمحادثات الهاتفية التي جرت في الحادي والثلاثين من مارس بين الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية وتلسيداً للرسالة التي وجهها في الرابع عشر من مارس بيدرو سانشيز إلى الملك محمد السادس والتي التزمت في الحكومة الإسبانية بتدشين مرحلة جديدة في العلاقات بين المملكتين قائمة على الشفافية والاحترام المتبادل كما أن هذه الدينامية الجديدة تتوخى لأن تكون صدى للنداء الملك محمد السادس في خطاب عشرين غوشت من عام 2021 لتدشين مرحلة جديدة وغير مسبوقة في العلاقات بين البلدين وخلال هذا الاستقبال حرص بيدرو سانشيز على تجديد التأكيد على موقف إسبانيا بخصوص ملف الصحراء معتبراً المبادرة المغربية للحكم الذاتي بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف وبهذه المناسبة جدد الملك ورئيس الحكومة الإسبانية تأكيد الإرادة في تدشين مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين قائمة على الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة والتشاور الدائم والتعاون الصريح والصادق وأتم الاتفاق في هذا الإطار على تفئيل أنشطة ملموسة في إطار خارطة طريق توطي جميع قطاعات الشراكة تشمل كل القضايا ذات الاهتمام المشترك من جهة أخرى شكل الاستقبال الذي خصص لرئيس الحكومة الإسبانية مناسبة لاستعراض مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك في جوانبها السياسية الاقتصادية الأمنية والثقافية كما تطرقت هذه المباحثات أيضا للقضايا الإقليمية والدولية ترجمة نانسي قنقر